لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد أعلنت الحكومة الفلسطينية إغلاقاً شاملاً في الأراضي الفلسطينية لأول يومين في عيد الأطحى وسمحت الحكومة بأداء صلاة العيد في الساحات العامة ومنع التنقل بين المحافظات واستمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الوقاية والسلامة العامة كما تضمن القرار منع إقامة التجمعات والأعراس وبيوت العزاء والمهرجنات